موسيقى موسيقى شهد الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفع 166 من كلية الضباط الاختياط دفعة اللواء اركان حرب ابراهيم محمد نصوحي وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الافرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاختياط وعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين واسر الخريجين بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية ترجمة نانسي للمشاهدة أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتقارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة القلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة القلية يتقدمهم حملة الأعلام كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لروح شهداء الوطن الأبرار وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط لإحتياط نتيجة التخرج أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخرجين حيث قام الفريق أول عبد المجيد سقر بتقليد أوائل الخرجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وردد الخرجون يمين الولاء وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط لإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعا قويا يحمي الوطن وحصنا منيعا لشعبه العظيم وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية مؤكدا أن القوات المسلحة لا تألو جهدا في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته وأن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها مما يفرض علينا أن نكون دائما على أهبة الاستعداد والجاهزية ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة